رئيس النادي الاهلي ووصوله وتجمع طبعا زي ما احنا شايفين مظاهر الاحتفال وصول والاول مرة منذ خمستاشر عام وصول كابتن محمود الخطيب في زيارة رسمية هي الاولى في قطيعة استمرت فترة كبيرة جدا بشكل الكامل في النادي الزمالك دلوقتي زي ما احنا شايفين طبعا زي ما احنا متابعين دلوقتي كابتن محمود الخطيب يصل مع اعضاء نادي مجلس ادارة نادي الزمالك بالطبع بعد خمستاشر سنة خمستاشر سنة لأول مرة من خمستاشر عام الدخول يعني تطأ نادي اقدام مجلس ادارة النادي الاهلي النادي الزمالك هي مشالحة وهي مظاهرة وهي حدث تاريخي في الوقت الحالي زي ما احنا شايفين دلوقتي هو حدث تاريخي بيحصل لأول مرة و زي ما احنا شايفين كابتن حسين لبيب و كابتن حسين جالي عضو مجلس ادارة النادي الاهلي وسلام حار جدا موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 قد يكون اشتركوا في القناة الصحر نكملين معكم في بس حصري ورسمي طبعا هي حاجة جديدة منشوف الاهل والزمالك مع بعض احنا هنا بنمثل الكرة المصرية بالتأكيد الزيارة دي تأخرت بشكل كبير بسبب رحيل العمري فاروق في وقت من الأوقات ولكن احنا حبين طبعا مشكر كل القائمين على المبادرة دي انها مبادرة ترجع الكرة المصرية دلوقتي الجماهير يا جماعة في حالة شحن كديرا ما بينها وبعض فمن أول مبارح زيادة عدد الجماهير النهاردة زيارة مجلس إدارة النادي الاهلي النادي الزمالك وسوف ترد الزيارة بالتأكيد في النادي الزمالك النادي الاهلي هي حاجات أول مرة بنشوفها عهود كثيرة مقدرناشن طبعا نشوف فيها المظهر دا وهو مظهر حضاري ولائق بالتأكيد حتى الآن مقدرناشن بوش المكان المخصص للصحفيين على على ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة 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 المترجم للقناة